رعى وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند بيضين فعليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي من أجل السلام وكرامة الإنسان الذي عقد بعمان وفي جلسة الافتتاح لفت راعي الحفل في كلمته إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد سلاحاً معرفياً مهماً في توليد المعلومات وفي تسهيل حصول الباحثين على بيانات تساعدهم في خدمة مجتمعاتهم وكيفية إيجاد أبحاث تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنمية المجتمعات وعقدات خلال المؤتمر جلستان جاءت الأولى بعنوان كيف وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي أما الجلسة الثانية فقد تناولت عدة محاضرات منها الذكاء الاصطناعي والسلام تم خلالها تقديم فقراءة في رسائل قداسة البابا للسلام والإعلام فيما تناولت محاضرة أخرى التربية الإعلامية فيما يخص الأخبار الزائفة باستخدام الذكاء الاصطناعي وحضر المؤتمر فارس القبر المقدس السيد مجد بدر وعدد من الأباء الكهنة والقضاة ومجموعة من الشخصيات الأدبية والثقافية والإعلامية